السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في صبحتنا على الفيس بوك وقناتنا على اليوتيوب طرق الفائل الخير لتعليم الكمبيوتر. احنا الدرس اللي فات شرحنا واجهة كامتازيا ستوديو والاساسيات بتاعت البرنامج. وان شاء الله هنكمل في الدرس دوت ازاي تستخدم ادوات كامتازيا ستوديو وازاي تعمل الفيديو احترافي على برنامج كامتازيا ستوديو. هنفتح البرنامج في هنا كليب بين. بنديف فيه الصوت والصور والفيديو من الكمبيوتر اللي هنشتغل عليهم. فهنجيب الفيديوهات. اهو. وتقدر تسحب كل اللي انت عايزه ده. تسحبه في البرنامج من جوه. هيتضاف هنا تلقاي. ومتقسم كمان يعني الصور الوحدية والصوت الوحدي والفيديو الوحدي. انت عشان تقدر تشتغل على البرنامج وتمانتج الفيديو اللي انت عايزه او تعمل الفيديو اللي انت عايزه. بتديف الحاجة اللي انت عايزة في الممر اللي تحت دوت. هنضيف مسلا الفيديو. وهننزل معهم الصوت. مسلا. وناخد الصورتين. طب تمام. عندنا في العدسة دي نقدر نصغر. الحاجة اللي في الممر تحت اللي هي الصور والفيديو والحاجة عشان نقدر نقدر نتحكم في الحاجة بسهولة. ونقدر نقلها. مسلا هنقل لول. نكبر شوية هنقل لول. بعد الفيديو. اللي هو الصور. عندك هنا في المكتبة. كده عارفنا ازاي نجيب في الصور والصوت والفيديو هنا. في كليب بين. وعندنا هنا المكتبة. بتاعة البرنامج. ومن المكتبة دي تدر تضيف الحاجة اللي انت عايزها. هنا هتلاقي مقدمات الفيديو. وبعد الادافات اللي احترفها زي اضافة قسم ومنحنايات وادافة كتير على الفيديو. حاجة جميلة جدا. تيجي نجرب. دلوقتي هنضيف حاجة معينة مسلا. دي شكل الحاجة اللي احنا ممكن نضيفها. تختارها مسلا. دوس عليها. دوس اد. هتنزل لك تحت. في المكان تحته. وبتدوس عليه هنا. بيديك مكتوب هنا اي بي سي. هو الاسم الموجود على الشكل عنده في الشاشة هنا. فانت تغيره مسلا تكتب اللي انت عايزه. فمسلا هكتب اسم القناة. ترق الفيديو خير لتعليم الكمبيوتر مسلا. تعليم الكمبيوتر. ايه اضافت. انت ممكن يعني. ايه الشكل جميل. انت ممكن بقى تغير حاجبه من هنا من القسم دي. دي صغارة بقى انت ممكن تضبط حكمه زي ما انت عايز. انا بقول لك. بتقدر تستخدمها ازاي. وهنا ممكن تحدد المدة بتاعتها. بيظهر لك هنا الوقت هتبدأ من اه من اديها كام في اول حاجة هنا. والتاني حاجة بيقول لك عايزة قدي مسلا. يعني كده مسلا واحد ستين ثانية. كده تلاتة وعشرين ثانية. كده عشرين ثانية. زي ما انت عايز بتحدد الوقت بتاعها. برضو نفس الكلام على اي رمز انت عايزه من هنا. بتضيفه برضو زي ما نوريتك وبتغير الاسم بتاعه. وفي عندك هنا مقدمات. ممكن تختار مقدمة زي ما انت عايز. مسلا دي. او في مقدمات كتير. سمزات كتيرة ايه. بتختار الحاجة اللي انت عايزها. وبتنزلها عندك في الممرة تحت. وبتعملها مقدمة الفيديو بتاعك. عشكات كتير جدا وجميلة. ومقدمات اه رائعة. بتقدر تختار منها اللي انت عايزه. مسلا هوريكو خلفية دي جميلة. اهي. بتدس على هنا. وبتدفع. اهي. الزي دي هنا بيقولك بيورك اني في نص معمول في اهو. اللي هو الاسم ده انت بتكتبه مسلا هكتب مسلا اسم القناة. اهو. ممكن انت صغرها تحدد. كله من هنا. اه ايه. بيحدد لك كله. وانا ممكن تغير الحجم بتاع الخط. وانا اللون. اللي انت عايزه. وانا ممكن تخليه تقيل او لا. وانا تعمل تحتيه زل. وانا خط. وانا تعمل له مايل. بس اللي هادم تحدد انت الكلام كله. زي كده. وتدوس الحاجة اللي انت عايزه. اهو. كده تحتيه خط. كده تخليه مايل. او لا. حاجة سهلة جدا. ممكن بقى تخليه في اول الفيديو. ندف في اول الفيديو كده. يعني نخلي الفيديو كده. نقدم الفيديو شوية. كله محتويات اهو. تيجي نشغل. ايه. شكلها جميل جدا. ممكن تعملها مقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في درس جديد على صفحتنا على الفيديو. ايه. دي الشكل اللي احنا عملناه. تضيو في اي حتة في فيديو عادي شغال. والمدة اللي انت عايزة. في حاجة هنا برضو اسمها اللي اختار ده بتختار منه مسلا اشكال كسير. ممكن تختار مسلا قصم دواير مربعات. اي حاجة انت عايزة. ما انت بتختار دي اسمها تزليل. يعني مسلا عايزة تزليل على حاجة معينة. اهي بص. اهو. كده زليلت على الصورة بتاعتي اهي. تزليل على حاجة انت عايزة ما تظهرش. تغير حجمها. والمدة بتاعتها من خلال تحرك دي. وتختار السوائن عايز تفضل من ايه ال ايه وتقدر تحركها عادي براحطة. اشيلها. اشيل كل ده. اشكال جميلة عادي تيمكن تجربها كلها براحطة. وتستكتشفها. يعني حاجة رائعة. وعندك هنا زوم. وهنا بنعمل تقريب فيديو. بنكرب الفيديو او صورة زي ما انت عايز. فمسلا نختار الصورة دي مسلا. دي الصورة. لو مسلا حجم الصورة كده انت ممكن تكبرها عادي. لكامل الحرية براحتك. تكبرها خالص عادي. كده انا اكبرتها. فيه بقى الزوم ده هتستخدمه في ايه? مسلا انا اخترت الصورة دي. اكبر شوية عشان اوريكو. مسلا ان اخترت الصورة دي. الصورة دي انا عايزها تقرب مسلا على الصورة دي. بعد كده تبعد بعد كده تقرب. من خلال الزوم تقدر تعمل الكلم ده. مسلا انا هدوس كده. اهو. اقرب على العصورة دي مسلا. هو حرق حرق زي ما انا عايز. من خلال الزوم. وبعد كده بتختار هنا تشوفي السامي مسلا اهو بتحدد المدة بتاعته. بعد كده تشغل. اهو. كده قبرت ايه. تفضل كبيرة. خلال بعد كده لا انا عايزة تنقل من هنا الهنا. وكبر. فمن قصدي يعني انت براحتك انت ممكن تعمل كزا حاجة. تيجي نشغل كده تاني. ونشوف اللي هيحسن. اهو. بصوا. ممكن بعد كده او مكبرها زي ما ايه. من خلال الزوم تقدر يعني تحدد. اه تعمل صح هنا. وتقدر تحددها بالطريقة دي. بيبقى شكلها جميل جدا. ورائع. بتحقل نجربها تاني. مسلا. اهو. تيه يعني بشكل جميل جدا. عندك هنا الصوت. انا مسلا عندي اه بيديك شكل الصوت. افرد لو انا عندي في الصوت دوت. عندي يعني في زنة او في تشويش. انت ممكن تلقي التشويش من هنا. هيساعدك في ان يلاقي التشويش كده بيلقي بالتشويش. يعني بيساعدك بتراك كويسة جدا من غير اي برامج. وهنا انت ممكن بقى تحدد مدة الفيديو اللي انت عايزها مسلا. من هنا لهنا. وممكن تلغي المقطع ده كامل. يعني مسلا انت هقوريكم مسلا. انا هنا بكل. اهو. بتيجي انشغل. يعني ما تخش على الارض قبل ما تعمل عليه اسكان. اهو. بتيجي بقى نشير الصوت. ونشغل تاني. اهو. الصوت يتنصح. ممكن اضيف حاجة تانية عليه. كده انا اضيف المقطع اللي انا اضيفت الصوت ده. تعال نشوف هي بعمل ازاي. اهو. حط الصوت قطر. ممكن مسلا احط صوتي اهو. مع صوت القطر. تعال نشوف. قبل ما تعمل عليه اسكان. ممكن تدخل مسلا اي حاجة مع الصوت بتاعك عادي. مفيش مشكلة. والمقطع ده انا كنا جايبين هو ده. هو الصوت ده. بتنقله زي ما انت عايز. وتحدده. وتشوف مسلا عايز سر جدوت من كرار اداة الصوت دي. بتحدد انت الصوت عايز اقطاعه ولا اه من كلال التحديده اللي انت بتعملها من كلال الاشارة الخضرة. والحمرة دي. وتحدد عليهم. بتقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز. وانا ممكن برضو الصوت توطيه. شوية تعاليه شوية. وعايز مسلا تخليه من تنازلي تسعودي كده. يعني خاصية جميلة جدا الاوديو. وعندك الخاصية دي برضو. يعتبر انا بسميها خاصية المقطع اللي انتقالي. وقدر تعمله بين صورة وصورة او صورة فيديو او فيديو وفيديو. هوريكو ازاي. مسلا. اختار ايه المقطع ده. هقلل بس المدة بتاعته. نقلل المدة بتاعته ونحط الصورة دي بعد ايه. عايز بين الصورة دي والصورة دي. يعني اهوريكو مسلا. عديكم مسلا. دي كده شغالة. تمام? اهو. عايز يعني ما يشغلش دي على طول يبقى فيه انتقال. زي كده. مسلا او كده. بتحدد الشكل اللي انت عايزه فيه اشكال جميلة جدا. بتحدد اللي انت عايزه مسلا لان اختار دي. وبالتحد يعني بتسحبها كده من عندك وبتحطها فيه في النص ما بينهم. تعال نشغل كده ونشوف عيبة شكلها عامل ازاي. شوفتوا بايت عامل ازاي? اهي. اهي. بتحدد انت اشكال كتيرة جدا وهنا بتكبر بتي شكل الانتقال. جميلة جدا. فمسلا تعال نكبر بس عشان نبين كل. عندك الخاصية دي خاصية دي. دي يعتبر تأثيرات على الموز لو انت بتسجل فيديو. وشغل بالموز بتاعك وانت بتسجل يعني كل ما تضغط على كل حاجة بالموز يجي تأثير. زي دايرة مسلا على شكل الموز. يعني مسلا لو ضغطت كليك شوفت الدايرة الصفرة دي زي كده. تظهر زي كده. وانت بتضغط كليك. وانت بتدوس مسلا على حاجة. ببدي تأثير بس لم تكن مسجل بالبرنامج دوت. وانت عشان تسجل بالبرنامج دوت. بتدوس على بيسجل الشاشة من عن طريق الاختيار دوت. وتدوس تسجيل بكون انت عامل شغل ميكروفونك وتستسجل من عن طريق البرنامج ده. طيب تعال نشوف الخاصية دي. الخاصية دي يعني جميلة جدا. هوريكم بتعمل ايه. احط الصورة دي. فوق الصورة دي. عشان ايه? اوريكم الخاصية اقطع. انا كده حطي الصورتين ايه? مع بعض. الخاصية دي اسمها التأثيرات بصرية. وهنا تقدر تعمل مؤسرات بصرية زي مسلا تخلي الفيديو شفاف. تقرب الفيديو وغيره من الميزات الرائعة وازات خلفيه الخضرة وغيره. مسلا انا شغل دي مسلا. تعال من هنا تقدر تعمل زوم. زي ما انت شايف. بص اه. اه. هوريكم مسلا حركة كده. بتدوس هنا. قد. وبيتدوس كده. كده. تعال نشوف بقى عملتها ازاي? ماشي. نشغل كده. تعال نشغل كده انا تشوف. شفتها عملت ايه? التأثير اللي انا عملته اللي هو اعتبر الزوم اهو. اهو. بتحدد من هنا. وعمل التأثير اللي انا حددته من هنا. طيب. ممكن تلجي بيتحدد من هنا لو عايز تلجيه. وبيتدوس على اهو. اتشغل. الفيديو يشغل معك عادي. في حاجة تانية اللي هو اعتبر اه الشفاف. الشفافية بتاعت الصورة او الفيديو. مسلا اقول كده ما في المية واضحة جدا ما في المية. لو عملت كده اهو. كلا الصورة اللي فوق شفاف. شفاف ايه. وتريد توضحها خالص تقدر تخليها شفاف. اول قبل ما تعمل اي حاجة بتدس هنا وبتتزبط معاك. طيب تعال اقول لكم خاصية جميلة جدا اللي هي هنا. بتقدر تخلي الصورة او الفيديو يحوض معك زي كده بصو. اهو. نحد الصورة اللي تحت. مسلا ممكن نخليهم اصاب بعض. لا صاني مش كده اهو. ونحط دي هنا. اهو. ونجيب دي. نحددها كده. شوفت بقى عامليني ازاي? نشغل. اهي. بقيت قدام. انت بقى بتزبط من عندك من يعني بتحدد الحاجة اللي انت عايزها وبتدوس اد وبتدر تعدل. وممكن تمسح هتدوس على الساعة متقوم دايس. اه عندك في الكبورت دليت وهيتمسح هادي. تعال اقول لكم حاجة تانية كمان. اه ازالة خلفية الخضرة من هنا. بتحدد انت مسلا الشاشة الخضرة وبتمسحها اهي كده. بتدوس على هنا بيتفعل التأثير وبيتمسح. بس هنا عشان ما فيش شاشة خضرة وكده فشابان. هممكن اعمل لكم فيديوهات يعني فعلوا التأثير الشاشة الخضرة دي. مع الدورة دي. تلاقوها يعني ما. طيب دينك كده شفنا التأثيرات دي. دعال نشوف الخاصية الصوت دي. ودي مسلا لو انت حاطت فيديو او صور وعايز تعلق عليه بصوتك. بتقوم درس على بدء التسجيل هنا. تحدد الفيديو مسلا من هنا مسلا. وبتدوس ويتبدأ التسجل مع الفيديوهات دي. كده مسلا دوس صارت هنا. والفيديو يمشي معاك. وانت بتعلق بصوتك على الفيديو. عندك هنا اه تسجيل بالكاميرا. وديت مسلا بتسجل بالكاميرا. وانها تعمل تسجيل لكاميرا خارجية تسجلك. لو انت حابب بوشتك يظهر في الفيديو. انت بتقدم حاجة معينة ويكون اسفل الفيديو. زي ما ببين كده في الرسمة. مسلا انت بتتكلم او بتسجل صورتك بالكاميرا بتسجلها. بيكون اسفل الفيديو من تحت هنا مسلا. عندك هنا الناس اللي بتحب الترجمة. يعني مسلا عايز اقول لكم حاجة معينة. اه مسلا. رجاء دخل حساب. اه مسلا هكتبه الرجاء دخل حساب. يعني مسلا الكلام اللي انا بقوله. رجاء دخل حساب. اهو. بيتحدد انت مكان الكلام. مسلا من هنا. اجا شغل. اه رجاء دخل حساب. اهو. فيديو. ترجمة ازال. دي طريقة الترجمة. وين بتختار الالوان اللي انت عايزها مسلا. الخلفيات. سما انت عايز. اهو. فالترجمة ممكن تقبر عادي اهو. وبتختار الحجم عادي من هنا برضو. وهنا مكان الترجمة اسكن على الشمال. او على ايوين. او في المنتصف. زي ما انت عايز بتحدد اللي انت عايزه. وهنا بتاني بتشوف الترجمة بتاحتك. وهنا تكفيها. عن طريق الصحة دي كده. مرقية. تشيل الصحة كده بتختفي. وهنا لو حابب بتضيف آآ نزام اسئلة. ممكن برضو تجربها. افترض مسلا اللي انا عايز اقص. جزء من الفيديو. مش عايزه مسلا او في جزء ازاي ده من الفيديو انا مش محتاجه. فمسلا اه زي الجزء ده. مسلا انا عايز امسحه. فبيتحدده كده. عن طريق الشيريتين. اللي احمر. واللغضر. وانا ممكن تشوف الجزء اللي انت تمسحه. فبتدوس على المقص. كده. كده مساحة طيب. بعد ما انتهيت من الفيديو خالص. عايز بقى اشغاله على الكمبيوتر او عايز اعمله شير على اي مواقع تواصل. مسلا زي الفيسبوك او عايز انشاره على اليوتيوب او غيره. او حتخليه عندي على الكمبيوتر. فبتدوس على الاختيار ده. هنا بتختار اه عايز تعمله شير مسلا على اليوتيوب. او غيره. او بتختار الجودة المناسبة لك. عندك هنا بقول لك وانا مرسوم جنبيه رسمة موبايلات. وانا اتش دي. وانا اه سبعمائة واشرين. وانا اتش دي الف وتعمانين. دي اعلى طبعا. فمسلا نختار الجودة دي اتش دي اه ام بفور الف وتمانين. وبعد كده بتدوس نكست. بعد كده بدي اختار الاسم بتاع الفيديو اه اللي انت خلصته. بتكتب اللي انت عايزه هنا. مسلا اخلى ديه كده. وهنا بتختار مكان الحفز. بتحدث زي ما انت عايز. عايز تخلي فين? عايز تخلي مع الدسكتوب او تضيفه جوه اي عندك. زي ما انت عايز. وهنا كده عندك في المكان اللي انت حفزتها. عايز بقى تعمل لها شير بقى اسكانها على اليوتيوب. او عايز تنزلها على الفيسبوك. عايز تاخد الفيديو وتنقله من زمالك عادي. كده عارفت ازاي تعمل الفيديو بطريقة احترافية. انت بقى ممكن بقى تبدع. كل اللي عليك انك تبدع فيه. واتمنى تكونوا استفادتك في الدرس ده. كتابونا في درس جديد على صفحتنا على الفيسبوك وكانتنا على اليوتيوب ترى الفيديو لتعليم الكمبيوتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.